موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي نلتقي اليوم إن شاء الله في بداية لسلسلة جديدة من حلقات قانون الزرع ونتحدث فيها عن الجرائم التي تقع على الأراضي أزرعي وفي البداية أحب أن أجري عملية ربط المعلومات ما بين القانون 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون 21 سنة 2020 بشأن مخالفات البناء وتابعا لما ذكرناه في حلقاتنا المتعددة عن هذا الإطار والمخالفات التي لا يجوز التصالح عليها ومن هذه المخالفات ما يمس مباشرة بالأرض الزرعية التي تتوافر لها مقومات الزرع رجع حلقاتنا السابقة لربط هذه المعلومات كما تعودنا واليوم إن شاء الله نتحدث في حلقة جديدة في سلسلة جديدة في إطار حماية الرقع الزرعية في مصر وفي ظل القانون وحلقة اليوم بعنوان جريمة زرعية والمقصود بذلك ما يرد من المواطن من جريمة بحق الرقع الزرعية المسؤولة عن إطعام الشعب أو الصروة الغذائية أو الصروة الزرعية للشعب ومدى سعي القانون دائما على حماية الرقع الزرعية في مصر وذلك يتضح من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وهو ده إطار السلسلة اللي هنلتقي بها ونبدأ فيها من النهار وننوف في ذلك إلى أن حماية الرقع الزرعية كانت دائما مصر الاهتمام القانوني وليس بحديث العهد في القانون 17 لسنة 2019 المعدل بقانون 1 لسنة 2020 وذلك ورد في بعض المحظورات الواردة بنص المواد 150 151 152 153 156 157 من القانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزرع رقم 53 لسنة 1966 للتأكيد على عدم المساس بالرقعة الزرعية والحفاظ على خصوبتها ووضع عقوبات على تلك المخالفات الواردة بالمواد سالفة الزكر وذلك في الصور المختلفة في المواد المسكورة والعقوبة على كل صورة من صور التعدي على الأراضي الزرعية لتغيير استخدامها من الزرع إلى أغراض أخرى وذلك سواء في صورة التبوير أو التشوين أو البناء حيث وردت هذه الصور كما سبق أن ناقشناها في حلقاتنا السابقة في مخالفات البناء في ظل القانون 17 لسنة 2019 المعدة الواحد لسنة 2020 بمحاولة الدولة السيطرة على ذلك التعدي على الرقعة الزرعية كجزء من المخالفات الواردة في القانون 17 لسنة 2019 بوضع عقوبات صارمة وحاسمة لوقف النزيف للأرض الزرعية ومنع التعدي عليها وخصوبتها وقد ورد ذلك في كتاب مستقل في القانون 116 لسنة 83 المعدل لقانون الزراع رقم 53 لسنة 66 وفي هذا الإطار أيضا نوضح عنه في إطار مختلف عن القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن مخالفات البناء ولكن حلقاتنا اليوم وحلقات قادمة إن شاء الله ستكون بشأن قانون الزراعة سالف الزكر للحفاظ على الرقعة الزراعية وخصوبتها ترجمة نانسي قنقر